اشتركوا في القناة هذه الدورة المستمرة حتى يوم 5 يوليو كلنا فخر طبعا ببسانت حميدة لعدة اسباب اهمها انها حققت ذهبيتين واحدة كانت في سباق الميت متر ودي كانت فرحة كبيرة يوم ما دا حصل الذهبية الاولى في سباق الميت متر ولكنها كمان تفوقت على نفسها لما حصلت على الذهبية التانية في سباق الميتين متر بعد ما حققت هذا الرقم الجديد في منافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 أو 10 ثواني طيب السبب التاني اللي بيخلينا ان احنا نشعر بهذا الفخر هو المتابعة اللي بنشوفها لرياضات اخرى غير كرة القدم الرياضات الفردية اللي بنشوف فيها ابطال في الفترة الاخيرة ازاي بدأوا يحققوا او بيحققوا انجازات مهمة وميداليات مهمة وبنشوف ازاي ان الشعب المصري والمواطنين مهتمين انهم يعرفوا دا اكتر ومهتمين كمان بانهم يشاركوا هذه السعادة والفرحة مع ابطالنا خلونا نتكلم مع كابتن سيف شهين رئيس اتحاد العاب القوة اهلا بحضرتك ومبروك الله يبالك فيك يا فنم الله خليك عملنا ايه؟ عملنا ايه في هذه الدورة قبل ما اسأل حضرتك عن بسانتو وقبل ما اسأل حريك عن ايهاب عملنا ايه في الدورة؟ يعني بالنسبة على العاب القوة يعني عملنا يعني عندنا اتنين دهب واتنين فضة وواحدة برونس وده حاجة كويسة انا كنا 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 نجيب حوالي خمس ست ميداليات سو جبنا خمسة فطبعا انا ما بقولش ان احد هجيب دهب بنقول دايما ان هجيب ميدالية وبعد كده وجاب دهب وربنا وفقه ويباعها كويسة وده ما شاء الله على بسانت جابت اتنين دهب ربنا وفقها وبعد عنها الاصابات وصرفتنا البعثة كانت يعني او بتعمل ايه بيتدربوا ازاي ياريت حدرك تحكي لنا اكتر عن الكواليس هو هو الاول البعث تفرت بدل شوية عشان كان في طريق خاصة فمتغفرش لهم كانت تدريب اول يومين لكن اه فاه اتمرانه خفيف كده شوية اه توليات خفيفة عشان بس ما وبعدين اه والهند اللي لابن صلحته اتمرانه اه واللي عامل نتيجة حلوة والموظوه عاملوا نتيجة كويسة جدا وتفوقوا في الارقامهم يعني طيب يمكن الناس الناس بتتكلم عن بسانت تحديدا وعن الانجاز اللي عملته بيكلموا على انها كمان سرعتها بتفوق يعني بيعملوا مقارنات بينها وبين بعض السرعات السايرات المقارنة دي الى اي مدى دقيقة؟ هي طبعا متى سراعة مقهوبة اه انت حسيت نفسها وبليم кварتباءها مبلشين وثنين اه كانت بالت باركام اقلم كده كتير بس تعفلت انت قدمت بسرعه وتيفت compte كانت بسرعه وطبعا شفت انها عندي موهبة كما نتعلم بيها وسجحها وكان كانت جاهس بصراحة قابل توكيو وربنا ما فقهاش حصل إصابة وسبب الأسبوع فما شفناهاش يعني الإعلام ما شفهاش معاين أنا أتكلم معاين بني مدة وعرف قطولاتها يعني طيب ألعاب القوة كانت يعني إيه برضو البطولات اللي حقناها فيها في هذا المجال في هذه الدور وعندنا فيه برضو إصراء سمير في الوزن الطويل خلال المركز الثاني وده برضو حاجة كويسة أول مرة تحصل من بتاخد ميداليا في إفنت زي ده في أي في الكبار يعني أول مرة نأخذ بحظاليات وأول مرة نأخذ برضو في أفريقيا إيه إصراء كليسة جاية بطولة أفريقيا وقتها ثالث هناك نعم فوسط عمالكة الوزن القرى الصمراء يعني حاجة كويسة جدا يعني طيب ده من إصراء وعندنا برضو نعم إيه البطولات الجاية اللي إحنا بنستعد لها يا كابتن سيف هو باللغة دي بفضل بطولتين بس مم بتاعي البطولات فيه بطولة العالم الكبار اللي هم عمفروض سافروا فيه سافروا يوم حداشر وأنا لسه مخباسي الفيزا فربنا يسطر عشان العيد جاي وفيه بطولة العالم بتاعت عشرين سنة اللي هتقوم في كولومبيا كوكوكالي كولومبيا أي وعندنا بطولة اللي بطولة بتاعت تات عشرين سنة اللي هتقوم في بسكارة في إيطاليا نعم دي دي تات حاجات اللي عندنا بعد كده بقى نقفل الباب ونبدأ بقى نتمرن أعدات تانية بالتوفيق يا رب ودايما يعني ترجع بعثتنا بالميداليات الذهبية بشكر حضرتك كابتن سيف شهين رئيس اتحاد العادل قوة شكرا لجوة حضرتك معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 14 من نفس الشهر هي اجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام مع استمرار اعمال الامتحانات وفقا للموعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ده كله بمناسبة عيد الاضحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين اما وزارة التموين فبرده بتستعد للعيد بانها بتضخ اللحوم المجمدة والتزجة في منافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا للعيد الوزارة بتطرح كميات كبيرة من اللحوم التزجة ومعدلات كمان الضخ مفترض انها يعني برضو بتزيد في فروع الشركات التابعة بالنسبة تقريبا او يعني بتطرح اسعار مخفضة بالنسبة 20% خلونا نتكلم مع مهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين باشوان سعادل اهلا بحضرتك اهلا وسهلا نفهمل بالقناة دي ام سي اهلا بحضرتك عايزين نطمئن من حضرتك على يعني توافر السلع وتحديدا اللحوم في المنافذ المختلفة والله لو كلمنا عن استعدادات وزارة التومين والشرخة القبضة لاستقبال عيد الاطحى المبارك فالاستعدادات والخطة دي تم وضعها منذ حوالي شهرين بعد نهاية عيد الفطر المبارك مباشرة وكامل يعني اهم المقاتل في القطة لاستقبال عيد الاطحى المبارك هو توفير وزيادة وضخ كميز مضعفة من كافة انواع اللحوم سواء التزجة او اللحوم المجمدة لزيادة طبعا معادلات الاستهلاك خلال عيد الاطحى المبارك للمواطن المصري اولا يعني احب اشير الى ان منافذ المجمعات الاستهلاكية سيتم فتح جميع المنافذ اول ثلاثة ايام في عيد الاطحى المبارك طبعا لتوفير كافة اللحوم للمواطن المصري يعني بطامن الفروع فتحة ده ثلاثة ايام العيد الاولى ميزة طبعا تم اقامة طبعا بمناسبة ايد الاطحى المباركة لازم لابد من توفير الخراف الحية فتم فتحة واقامة تتعة وتلاتين شادر على مستوى المحفظات الجمهورية لبيع الخراف الحية وهي طبعا باوزان طبعا اللي بيقبل عليها المواطن من خمسين الى خمسة وستين ودي الاوزان المناسبة ويتم ان شاء الله بيعها بسعر الكيلو القائم تتعين جليل الكيلو للخراف الحية لو كلمنا عن مضاعفة الكميات اللي سيتم طرحها او تم بالفعل طرحها في منافذ شركات السرع والمجمعات السابعة للشركة القضة طبعا تم توفير الحوم الطازجة السوداني يعني موجود بالفعل ستلاف وتلتمية وعشرين رأس حي موجود في المحاجر يعني حوالي خمسمية واربعين خمسة لاف ربعمية وعشرين رأس حي موجود بالفعل في محجر تشكة والباقي حوالي تسعمائة رأس موجود في محجر سفاجة وذل بيدم طبعا الدبحة او البول وضخ يعني زدنا معادلات الدخ اليومي من 150 طن الى 200 طن من اللحوم الطازجة السوداني طبعا بتباع باسعار مية وخمسة عشر جليل الكيلو ودي طبعا اسعار تنفسية تقل عن اسعار السوق بنسبة 25 الى 30 في المية بالاضافة الى كده طبعا تم دخ وتوفير كمية حوالي 4112 طن من اللحوم المجمدة طبعا معاني الوزير امر بتخفيض اسعار اللحوم المجمدة من 90 جنيه ل 85 جنيه للكيلو كذلك تخفيض سعر اللحوم الضقن المبردة برضو من 140 الى 135 جنيه طبعا زي ما احنا عارفين ان اللحوم الضقن الموجودة في السوق بتصل الى 180 جنيه للكيلو فطبعا دي اسعار في متناول المواطن تخفيفا عن كاهل المواطن والشعب المصري ده كله موجود في المنافذ كلها في المنافذ المجمعات الاستهلاكية في مختلف محافظات الجمهورية طبعا نلتبع احنا عندنا حوالي 1350 منفذ لتبع شركات السلع الغذائية والحمد لله منتشر على مستوى الفروع المحافظات بالكامل حتى الاماكن اللي ما فهاش فروع او منافذ بيتم الضخ وتوفير السلع من خلال السيارات المتنقلة اللي بتجوب طبعا ميادينه للقرى والقرى النائية والنجوع ده كله مستمر برضو حريك اشارت انه مستمر معنا حتى تالت ايام العيد ان شاء الله حتى تالت ايام العيد اللي عايز برضو اشير اليه ان طبعا يعني طبعا توقيع برد كل تعاون بين وزارة الاوقاف ووزارة التومين لتوفير 800 طن من اللحوم التازجة السوداني لتوفيرها لحوالي 800 الف اسرة من الاسر الاولى بالرعاية فده شيء كويس طبعا عشان الاسر الاولى بالرعاية نعم انا بشكر حضرتك مهان سعيد العبدالعزيز الوضو المنتدم للشركة الامة لتجارة الجملة اتبعها لوزارة تموين شكرا لوجود حضرتك معنا اما بقى الحجاج فاكتمل وصولهم لمكة المكرمة باجمالي 6425 حج تم اليوم تفويج اخر فوج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة فيما تعلق بالحالة الصحية للحجاج لا توجد اي حالات وباقية او معادية بين الصفوف الحمد لله وحرصت بعثة الحج المصرية على تنظيم ندوات للوعظ الديني بحضور وعظ ووعظات وزارة الاوقاف المرافقين للبعثة لشرح كيفية اداء المناسك والاداب التي يجب ان يتحلى بها الحج وكمان تخلى هذه الندوات ارشادات صحية من الاطباء المصاحبين للبعثة لتوعية الحجاج بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال تأدية المناسك كل سنة وحضرتكم طيبين بعد الفاصل نكمل هذه الجولة من جدد اتحياء لحضراتكم النهاردة اعلن الفريق اسامة رابية رئيس هيئة قناة السويس ان احصائيات الملاحة في القناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت ارخام قياسية جديدة غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلونا نعرف تفاصيل اكتر من استاذ جورج صفوط المتحدث باسم هيئة قناة السويس استاذ جورج اهلا بحضرتك اهلا وسهلا نفضل يعني عايزين نعرف من حضرتك ما هي الارقام القياسية الجديدة وازاي كانت قياسية يعني حريك يريد تشرح لنا في الحقيقة استاذ صارى لأول مرة في تاريخ قناة السويس بتحقق يمكن ارادات وارقام لها يمكن دلالات كبيرة جدا خصوصا انها بتأتي في ظل تحديات اقتصادية بتعصد يمكن باغلب اقتصادات العالم بنتكلم عن سبع مليار دولار حاجز لأول مرة بتوصلوا ارادات هيئة قناة السويس مليار تلتمية وعشرين مليون طن من البضائع عبرت ايضا خلال العام المالي المنقضي بنتكلم كمان عن اتنين وعشرين الف واثنين وتلاثين سفينة اه ارقام ومعدلات قياسية جدا زي ما قلت لحضرتك يمكن الدلالة المهمة اللي في هذه الارقام والمعدلات هي انها تتحقق في ظل تحديات كبيرة يحسب لادارة هيئة قناة السويس برئاسة سيد الفريق اسامة ربيع رئيس الهيئة التعامل المارن يمكن مع الازمة ويمكن تحديدا ازمة الحرب الروسية الاوكرانية اللي بتؤثر وبتلقي بظلالها على قطاعات واسعة من حركة التجارة العالمية بدأنا يمكن مع الازمة في تبني سياسة تسويقية وتسعيرية مارنة اتاحت للهيئة مش بس اجتزاب خطوط ملاحية جديدة لعبور القناة ولكن ايضا الوصول لأسواق جديدة وخطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة السابق اصبحت النهاردة بتختار قناة السويس كخيار اول على سبيل المثال ساحل الشرقي للولايات المتحدة اللي اصبحت ناخلات الغاز القادمة منه صوب اسيا تعبر قناة السويس كاختيار اول نجاح هذه السياسات ساعد بصورة كبيرة جدا في تحييض الاثار للطاقية السلبية للحرب الروسية الاوكرانية وساعد الهيئة على تحقيق المعدلات غير المسبوقة كما جاء في مقدمة حضرتك طبعا يعني كل التوفيق دايما يعني يبقى عندنا ارقام قياسية بشكر حريك استاذ جورج صفوة المتحدث باسم هيئة قناة السويس حبينا بس يعني ان احنا نوقف عند هذه الارقام ونفهمها اكتر من حضرتك خذونا بقى نروح الاجتماع النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مجبودي رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع كان يتابع مؤشرات الاداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022 في هذا الاجتماع الرئيس اطلع على الاطار على عفوا النتائج الاولية لاداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي بلغ معدل نمو الارادات تقريبا 20% ونمو المصروفات 15% وكمان تابع الرئيس في هذا السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لاجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة خلونا نتكلم مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة دكتور هشام أهلا بحضرتك وهل نبدأ من خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لاجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة مسأل خيارة تحية الحرك والسادة المشاهدين وبالتأكيد في طوال متابعة للسادة الرئيس للمواشرات الاقتصادية بشكل متتابع بيأتي اكتبال اليوم لأنه الحياة ضبط الموازنة العامة للدولة سيكون ما يتعلق به عجز الموازنة العامة للدولة أو ما يتطبط بها بنسبة الدين للنسك المحلي والإرادات والتطورها والنفقات وكيفية ضبطها بالتأكيد كلها أمور فنية بيحتاج للسادة الرئيس أنه يتابعها نكسب مع الوزراء المعنيين بالتأكيد الظروف اللي بتعمل فيها الحكومة المصرية ظروف بالغة للتعقيد زي أي حكومة على مستوى العالم نحن بنتكلم في ظروف استثنائية مؤكد أنه في هذه الظروف الاستثنائية بيكون في قبر من الانحراف عن المستهدفات بمعنى أنه بنامكة الصالة الاقتصادية اللي احنا الحياة كنا ماشيين فيه كان فيه مرحلة الأولى الانتعب بنجاح للصلاح النقدي والمالي ثم دخولنا للمرحلة التانية وهي مرحلة الاصطاح العكالي بتأكيد عندينا مستهدفات فيه مطالق بمواشرات الاقتصاد الكولي حينما تأتي أذمات بتواجه المجتمع لدولك كله بتعصى بها الاقتصاد العالمي حركة تدفق الاموال حركة السياحة حركة التبادل التجاري يدفع الأسعاد ويدفع معدلات التداخل بمعادلات غير مسبوكة في معظم دول العالم بتأكيد دي كلها ظروف السياحة تتطلب من الحكومات أن يكون لديها قد علي من المرونة وأن تقبل بعض الانحراف عن مستهدفاتها بمعنى أن احنا عندنا مستهدف فيه مطالق بنسبة الدين العام للناتج المحلي كان مفترض أن هذه النسبة بتنخفض تدريجية لكن أما وأنه ظروف أتت غير مناسبة وتحتاج لي أنه الحكومة مش بس تلعب دورها الاجتماعي بمنتهى الكفاءة لكن كمان تلعب دورها الاجتماعي بمنتهى الكفاءة الدور الاجتماعي بمعنى أنه الحكومة بتساند الطبقات أو الفئيات اللي بتتأثر بشدة من موجة اتفاق الأسعار بشكل كبير ويمكن حتى لأن الحياة الحكومة المصرية ملتزمة تجاه المواطنين بمعنى أنه لو هناخد كده بسيط أسعار القمح اللي عملت مزالت الحكومة ملتزمة بتقديم تغيف الخبز بذات الدعم وده بيؤدي لمزيد من التحميل على أرقام الدعم في كل السلع الأساسية والاستراتيجية اللي بيتم استرادها من الخارج وبالتالي في إطار مش بس الضفط موشاط الأقصاد لكن كمان المسندة القوية من جانب الحكومة المصرية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة بالتأكيد ده بيحسب لي الحكومة المصرية مرعدها للبعد الاجتماعي طيب نرجع برضو الموضوع خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة هذه الخطة إلى أي مدى هتحقق بالفعل النتيجة المرجوة بالتأكيد في ملحظات كثيرة تم ابدأها خلال الأشهر والأسابيع المعدودة الماضية احنا يمكن كنا بنتابع جالسات مجلس النواب فيما تعلق بإقرار الموازنة العامة والحياء كان في بعض وجهات النظر الحياء كانت بترى أنه الحياة الاقتصادية مثلا لا تقوم بمسألة الضبط الجيد لمواشاتها الاقتصادية قد مسندت الحياة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة او قد تحملها على الموازنة العامة للدولة ده كل دبيت او جدال بينشأ مع الحكومة الحكومة بتحتاج لهذا الأم بشدة أن يكون فيه وجهات نظر مختلفة علشان يكون في النهاية القوارد بيتخذ فيه ضوء تقييم عميق لكافة الأمور فما يتعلق به نسبة الدين للنتجة المحالية بالتأكيد دي نسبة مهمة أنها تكون في إطار من الضبط علشان مواقع احنا بتوجهنا الظروف صعبة جدا فيما يتعلق به النقد الأجنبي وموايد النقد الأجنبي الحياة مازال السياحة الحياة لم تتعافى بعد ويمكن بعضه الاسترادات أتقام وهو فواتير الحياة بقت مرتفعة وبالتالي ده عامل بعض الضغوط مهم جدا أنه يكون المواشرات الاقتصادية ونسبة الوفاء بالتزاماتنا الخارجية قائمة وبمنتهى الجديد لأنه الحياة على مدارة تاريخ مصر الحكومة لم تتخذ لأي حكومة لم تتخذ فيه الوفاء بالتزامات مصر الخارجية وبالتالي ده كله أمر مهم أن يبقى فيه ده الضوابط الحاكمة للعمل الموازنة العمل للتعامل نعم بشكر حضرتك دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة النهاردة فاز متدربه وزارة التنمية المحلية بجائزة أفضل مشروع تضيقي في الدورة التدريبية لشاركة فيها الوزارة بعنوان تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية واللي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنصيق مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار مشروع ربحة اللي بتموله الحكومة الكندية خلونا نكلم عن تفاصيل هذا الموضوع مع دكتور خالد آسم المتحدد باسم وزارة التنمية المحلية مساعد وزير التنمية المحلية أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا سهلا سهلا مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر طبعا أول حاجة يعني بنبارك لحضرتكم يعني على هذه الجائزة بس عايزين نعرف تفاصيل أكتر يعني الله يبارك في حضرتك هو بالفعل يا فندم يعني خلينا نقول إنه فعلا في إطار كان فيه تكلفات القيادة السياسية وتوجهات دولة رئيس مجلس الوزراء إن إحنا نشتغل على تحقيق تكافؤ الفرص وتمكن المرأة سواء المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كان من المهم إن المشاركة في حملة أعباء الحياة وكان تنفيذ لرؤية وزارة تنمية المحلية لدعم المرأة اقتصاديا بحيث إن إحنا يكون عندنا رائدات ومشاركات في عملية التنمية الاقتصاديا بالمحافظات وعلشان كده الدورة التدريبية دي شارك فيها 47 متدرب منهم 21 متدرب من وزارة التنمية المحلية ومحافظات قنعة وسوهاج وبنسويف والمينيا والفيوم وإضافة إلى 26 متدرب من وزارات التعاون الدولي والشباب الرياضة والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المفرعات الصغيرة والمتوسطة الفريق ده بالفعل يعني فاز لإنه اشتغل على دراسة خاصة بإنتاجات مبتكرة صديقة للبيئة من مخلفات النخل اللي هو الجزء بخاص بالخوص والدراسة دي تمت على قرية الأعلام بمركز الفيوم محافظة الفيوم وفي قرى أخرى بالمحافظة ودي بتعمل في نفس المجال برضو في بعض القرى زي بهموم وزي العجميين ودي المفي محافظات بتتشابه ظروفها مع محافظة الفيوم في هذا الإطار وخاصة المنتجات البيئية علشان كده خلينا أقول لحضرتك أنه بالفعل احنا عندنا حوالي 1200 سيدة في قرية الإعلام بالفيوم بيعملنا في عادة تدوير مخلفات البالح كمان لإنتاج منتجات تراثية تركزت أسباب المشكلة بتاعتهم في ضعف القدرات ومهارات السيدات دول فنيا وإداريا إضافة لعدم جودة عمليات التشتيب المطلوبة خاصة بالمنتجات وعشان كده وعدم استمرارية عمليات التصنيع وبالتالي هو قلة التطلق على هذه النواية من المنتجات وعدم موجود آلية للتسويق الجايد لهم عشان كده اشتغلنا على مجموعة المشاركين أنه يتم إجراء عمليات تدريب مكثفة لهؤلاء وبالفعل إن شاء الله حيكون فترة المشروع عشر شهود بتكلفة حوالي 11.4 مليون جنيه نصيب كل سيدة من هذه السيدات حوالي 22.700 المشروع المتدربين دول كمان اتحط لهم من خلال فريق العمل اللي فازوا بالمسابقة مؤشرات للنجاح لقياس ما حيتم بالنسبة للمستهدف في مجال التمكين الاقتصادي بالنسبة للسيدات والفتاة دول وبالتالي الاستهداف لخرق فرص عمل تأسيس ونمو ومشروعات مبتقرة صديقة ديئة كل ده في هذا الإطار الخاص بالمشروع الطبيعي حيتم رفع كفاءة المنتجات اللي هما بيمنوها طبعا حيشارك طبعا في هذا الأمر مركز تحديث الصناعة ديوان عامل محافظة جمعة الفيوم المدارس الفنية اللي موجودة في محافظة وبالتالي ده حيخلق حالة وقيمة مضافة كبيرة بالنسبة للمشروع خاصة في إطار البرنامج التنمية المستدامة في محافظة الفيوم في برنامج تنمية التجمعات الحرافية التراثية وبرنامج مصر الإبداع كل ده حيساهم بالفعل في إيجاد فرص عمل حقوقية والتحول بشكل تدريجي على مستوى العمل الأهلي ده إلى استصاد أخضر وفي نفس الوقت الحفاظ على الحرب التراثية اللي موجودة هناك في المحافظة وده بتعاون ما بين الجهات المعنية مبروك يا دكتور خالد ودايما يعني بالتوفيق دكتور خالد قاسم مساعد وزيرة المال محلية شكرا في وجود حضرتك معنا وإحنا بنتكلم برضو عن البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قالت إن حجم المخلفات في القارة الإفريقية حوالي 250 مليون طن من المخلفات في إفريقيا سنويا وبحلول عام 250 عشرين خمسين هتتضاعف كمية المخلفات لحوالي أربع أضعف الوزيرة اتكلمت عن إنه بيتم تدوير تقريبا عشر في المائة فقط من المخلفات النجمة من القرق السمراء وأكدت إن توليد المخلفات الصلبة العالمية بينتج منه كمية ضخمة من تاني أكسيد الكربون ويتطلب زراعة أكتر من 50 مليار شجرة سنويا ده كان خلال مشاركتها في الجلسة التشاورية اللي تم عقدها بمشاركة وزارات البيئة لعدد من الدول وعدد من شركاء التنمية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني عبر خاصية الفيديو كونفرنس لمناقشة المبادرة العالمية للمخلفات بحلول عام عشرين خمسين دي كانت جولتنا النهاردة في اليوم نشوف حضراتكم بكرة في جولة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة